في هذا الشكل الرادارات الهوائية ثابتة عندي بهذا الشكل نضغط على زر اوكي الجهاز الحين قاعد يبحث طبعا راح ننتظر على الجهاز عدة ثواني اللين تعب عندي هذه المربعات الموجودة عندي في هالمكان بعد ذلك راح الجهاز نفسه راح يقلك إذا موجود عندك ماي في المنطقة أو لا الجهاز مكتشف لي مياه معدنية موجود عندي في هذا المكان مياه معدنية وأيضا مياه عذبة بإمكاني أن أختار اختيار المياه المعدنية طبعا نمسك الجهاز بهذا الشكل نضغط على زر الاوكي بعد ما نحددها في هذا الشكل نبتعد 25 متر راح الجهاز نفسه يحدد أول شيء مثل ما نشوف الصوت اتجاه الهدف الموجود عندي موجود في هذا المسار طبعا الحين راح نبدأ العمل بنظام المنو والسيرش راح نختار نوع المياه اللي احنا نريد نبحث عليها اللي هي فريش ووتر مياه معدنية أو نبحث على عفون مياه عذبة أو سلتي ووتر مياه مالحة أو مينرال ووتر مياه معدنية طبعا في عندي أيضا اللي هي كل أنواع المياه نحن أنا راح أختار كل أنواع المياه عندي خيارات المسافة الأمامية ممكن أخليها 100 متر لين شرحنا عنها في السابق 2250 متر حين أنا بخليها بس 100 متر عشان الجهاز ما يكتشف المياه من أماكن أبعد العمق خليه لين 160 متر الحين نعطيه ستارت سيرش نبدأ عمل مع الجهاز طبعا مثل ما نشوف أن الجهاز في عندي مؤشر في الشاشة هذا المؤشر وين ما يكون في عندي مكان للمياه راح المؤشر فيها الشاشة يعطيني إشارة باتجاه صوب المياه يعني إذا أنا موجود بهذه الجهة والجهاز اكتشف لي مياه راح المؤشر اللي في الأمام يتحرك باتجاه المياه بالإضافة أنه مثل ما نشوف الحين المؤشر ربيان الموجود عندي يتوجه أيضا إلى الزاوية اليمينية أن المياه موجودة عندي في هذا الحين لو أنا غيرت المسار ومشيت في اتجاه راح نبدأ أن نشوف الحين أن الجهاز أيضا قاعد توجه باتجاه مكان المياه بهذا الشكل الجهاز الحين قاعد توجه يقول لك المياه موجودة على يسارك ويعطيك إشارة في الشاشة على أن المياه موجودة باتجاهك اليسار طبعا من هذائك الاتجاه الجهاز يقول لك روح يمين من هذا اتجاه الجهاز يقول لك روح يسار الحين احنا راح نمشي في الوسط ونشوف الجهاز كيف راح يوديني إلى مكان المياه راح نبدأ في المشي يمين يسار راح الجهاز يستقر للأمام مجرد أن اقتربنا من مكان وجود المياه راح تشوف الجهاز فورا يعطيك إشارة على اكتشاف المياه في هذا المسار شوف الحين لو حركت الرادار يمين أو يسار راح تتغير الإشارة الحين أنا باتجاه المياه الجهاز يقول لك روح سيدة بهذا الصوب إن هذا المياه بهذا الاتجاه إذا تحركت إلى الزاوية اليمينية راح نشوف أن الجهاز أعطاك مؤشر خاطئ تماما ويقول لك روح إلى اليسار المياه الآن أصبحت على يسارك ليس بهذا الصوب الآن إذا رجعنا للوسط إلى مكان المياه راح يرجع الجهاز يعطيني إشارة اكتشاف المياه أن المياه أمامي تماما ونفس الشيء في حال أن تحركنا بهذا الاتجاه يبدأ يعطيني إشارة طبعا الرادار أول شيء راح يتحرك باتجاه المياه الرادار اللي في الأمام ثانيا الجهاز نفسه يقول لي أن المياه أصبحت على يمينك في مؤشر الحين ظهر لي يقول لي المياه أيضا موجودة على يمينك راح نعدل اتجاهنا ونمشي باتجاه المياه الصحيح ما زال الجهاز طبعا مثل ما تكلمنا يرشدني إلى الأمام أن المياه باتجاه صحيح أو أن الجهاز باتجاه صحيح الحين إذا أنا مشيت باتجاه معاكس غير هذا الاتجاه راح الجهاز يعطيني إشارة أن المياه أصبحت خلفي تماما والجهاز الحين نفسه يصدر لك إشارة أن المياه أصبحت خلفك الحين إذا أنا عاكست مكان وجود المياه ومشيت مع المياه من هذا الصوب راح نشوف أن الجهاز يعطيني إشارة خصوصا لما نكون موجودين فوق مكان المياه تماما راح الجهاز يصدر إشارة متواصلة أننا الآن تماما فوق مكان المياه تلاحظ إذا تحركنا إلى اليسار بشكل بسيط راح يرجع الجهاز يقول لك أن المياه على يمينك وإذا تحركنا بهذا الصوب أيضا راح الجهاز يرجع تك إشارة يقول لك أن المياه على يسارك وراح الرادار أيضا اللي في الأعلى يتحرك باتجاه مكان المياه هذا بالنسبة لنظام الكشف بعيد المدى الآن راح نشغل معانا في الجهاز نظام الكشف الجوف الزيائي ونزرع الأوتات في الأرض ونشوف كيف الجهاز راح يكشف لي المياه طبعا الآن مثل ما شفنا في الصور قبل شوي قمنا بزرع الأوتاد على أربعة زوايا حول البئر الموجود عندي طبعا هذه النقطة الأولى عندي أيضا النقطة الثانية موجودة في هذا المكان طبعا وضعنا القليل من الماء قبل تنزيل البروب في التربة لأن المياه مقوية للإشارة أيضا هذا البروب الرابع طبعا البروب المقصود فيه اللي هو الوتد المعدني اللي ينزل في التربة لأجي القياس الإشارة الآن نرجع للجهاز رجعنا إلى الجهاز طبعا نبدأ بتشغيل الجهاز والبحث بنظام الجوف الزيائي طبعا عندي خيار البحث الجوف الزيائي ندخل على هذا الخيار في عندي عدة خيارات في الجهاز مثل ما ذكرنا في الفيديو السابق إنه في إمكانية البعث بين أربع أوتاد بشكل مربع أو أربعة أوتاد بشكل طولي إحنا الآن رح نختار أربع أوتاد على شكل مربع ومستطيل كل أنواع المياه الآن الجهاز طبعا قاعد أقيس لبروبات الأرضية وشوف هل هي متصلة في الأرض بشكل صحيح أو لا طبعا الآن واحد متصل اثنين ثلاث أربعة كلهم متصلين بشكل صحيح بعد ذلك نعطيه أوكي قل لي الخيارات اللي أنا اخترتها أقول له نعم الآن الجهاز يبدأ في البحث طبعا الجهاز يأخذ تقريبا دقيقة إلى أن يقوم بقياس المنطقة بشكل دقيق طبعا الجهاز انتهى الآن من قياس رقم واحد يقول لنا في موي نسبته 63 في الأمية رقم اثنين في تسعة في الأمية رقم ثلاث ما في موي رقم أربعة في مياه كثافته 36 في المية طبعا الآن نضغط على أو بدون ما نضغط الحين على أي زر حين الجهاز أعطاني النتيجة مباشرة نقلي نوع المياه الموجودة هي مينيرال ووتر مياه معدنية فعلا هذه المياه صالحة للشرب الموجودة عندي في هذا المكان العمق هذه المياه الموجودة بين 80 إلى 100 متر نسبة كثافة المياه الموجودة عندي هي 75 في المية طبعا هذه 75 في المية احنا طبعا قمنا في السؤال أصحاب المزرعة أخبرونا طبعا أن نسبة كثافة المياه الموجودة عندي في هذا المكان هي بقوة ثلاثة إنش تقريبا فالجهاز الحين أعطاني نسبة 75 في المية وهذا البئر قوة دفعة ثلاثة إنش طبعا ممكن لو كانت المياه كثافتة أكثر الجهاز راح يعطيني هنا نسبة أعلى احنا حبينا نوضح لكم هذا المثال عشان يفيدكم في عمليات التنقيب طبعا أقدر أخزن عندي هذه النتيجة تخزنت عندي طبعا نقطة مهمة جدا أيضا الجهاز أيضا يعطيني نقطة زرقاء موجودة عندي في هذا المكان هذا النقطة توضح لك مكان الحفر وين وين المكان اللي أنت تحفر فيه الحين الجهاز يقول لك الحفر تماما هو بجانب الوتد واحد بهذا الشكل في هذا المكان طبعا إذا كان الحفر أو مكان المياه هو في هذا المكان راح الجهاز يعطيني النقطة الزرقاء في هذا المكان أو في هذا المكان في أي مكان موجود المياه تماما ضمن هذا المربع النقطة الزرقاء راح تكون متحركة طبعا التحرك هذا مو بس على المسارات هذه اللي مرسومه لا حتى داخلها على هذا اللون الأبيض إذا نشوفه يعني هو يعطيك وين تحفر بالضبط بأي جزء داخل هذا المربع طبعا إحنا نرجع ونشوف الوتد واحد أي واحد منهم وين ممدود وهذا نقطة الحفر بجانب الرقم واحد في هذا المكان طبعا حبينا نسوي لكم هذا الفيديو التجريبي لهذا الجهاز إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح إن شاء الله راح نكون معاكم في فيديوهات أخرى وأهلا وسهلا شكرا